نهارده الحقيقة في مباراة أو أولى المباريات لكل مصر كانت بتنتظر هذه المباراة حاجات سيئة كثيرة جدا داخل هذه المباراة وهزيمة منتخبنا الوطني من المنتخب النجيري بهدف مقابل شيء ولكن الحقيقة أداء ولا أسوأ أنا بصراحة بقال كتير جدا جدا ما شفتش أداء منتخبنا الوطني بهذا السوق خصوصا في الشوت الأول أنا عايزة حرر محمد صلاح من الدفاع أنه يرجع يدافع وكذا وكذا فتخيل حضرتك أن أنا بحط مصطفى محمد ناحية ليمين وبحط محمد صلاح رأس حربة مصر كلها اتكلمت في هذه الأمور أنا معرفش الحقيقة وكيف يفكر كارلوس كيروش في تشكيل أو بداية منتخبنا الوطني النهاردة كان من المفترض أن يكون بداية المنتخب النهاردة أفضل من كده بكتير زي ما قلنا لحضراتكم منبارح مباراة النهاردة هي اللي حتوصلنا لكاس العالم مش كمان نهائي هذه البطولة نهائي هذه البطولة ما زال اللي هو في إيدينا ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر استحالة طبعا نحن نصل حتى إلى ممكن جدا تصدق بقى ما قولت الأستاذ أحمد مجاهد ساعتها أو إحنا ساعتها هنعرف ليه الأستاذ أحمد مجاهد كان واثق جدا هو بيقول ليس كل ما يعرف يقال في موضوع تضارب مواعيد النادي الأهلي مع نهائي كأس البطولة أمم أفريقيا من الواضح يعني لو هو ده اللي ليس كل ما لا يعرف يقال ياريتك ما كنت قلت يا أخي كلمتين دول بصراحة يعني كل الناس كان نفسها تعرف إيه اللي كان بيقوله سوز أحمد مجاهد وكان سوز أحمد مجاهد قصد أن منتخبنا الوطني يطلع برا أو يطلع من بدري يا جماعة حرام الكلام ده لا يصح الكلام ده أساسا طبعا أنا معرفش إيه اللي كان في دماغه في ذلك الوقت ولكن مع ظهور منتخبنا الوطني بهذا الشكل وبهذا المنظر لا دي حاجة سيئة جدا كلنا متضايقين كلنا زعلانين وبعدين تغييرات غريبة وبداية تشكيل غريبة وحتى تغييرات اللي بيعملها في الملعب الوقت اللي بينزل فيه زيزو ورمضان صبحي عشان يزبط الملعب بيطلع مصطفى محمد اللي المفروض يلعب بدماغه يعني أنا بلعب زيزو ليه؟ أنا بلعب زيزو علشان يعني زيزو بيعرف يرفع أفرات كويس ورمضان صبحي بيعرف يخش ويرقص ويجيب أهداف من ناحية الشمال أو مجاب طلع مصطفى محمد وساب عمر مرموش مثلا حاجة غريبة جدا النهاردة تشكيل غريب وتغييرات غريبة وكل حاجة كانت غريبة جدا وبعدين كنا بنقصه على كابتن حسام البدري عندما كان مديرا فنيا للمنتخب الوطني كابتن حسام البدري ما كانش بالسوق اللي احنا شفناه النهاردة بصراحة يعني خلينا اتكلم برضو بما لنا وبما علينا اللي احنا شفناه النهاردة الشوت الأول ده لأ حاجة سيئة للغاية أنا مش هقدر أخبط يعني مش هقدر أنتقد أكتر من كده ولكن في النهاية أنا عندي لسه مطشين كمان وبعد كده عندي ان شاء الله ان شاء الله أتمنى نحنا يبقى عندنا أو نصل إلى ما هو أبعد إيه الأبعد معرفش طموحي قال عندي من جوايا متدايق من جوايا زعلان على أداء المنتخب أنا عندي سكواد رائع جدا بصراحة باستثناء طرق حامد ومحمد مجدي قفشة لا أنا عندي سكواد كويس جدا جدا يعني لو مدرب يحط حتى اللعيبة بشكل محمد صلاح ناحية المين ومصطفى محمد قدام ومرموش ناحية الشمال معني مرموش ما كانش كويس النهاردة ولعب عبدالله استعيد ما هو ما فيش غير عبدالله ما أنت ما خدش مجدي قفشة وقلنا هذا الكلام مبارح حيلعب عبدالله ثالث ولا حيلعب تريزيجي ولا حيلعب ملغبة الناس كلها في اسم اللي حيلعب وهو ده اللي لغبة الفرقة كلها النهاردة